باسم المخيم لم أمت واسأل جنين لم أزل شوكاً في حلق الغاصبين أنا راية أنا ثورة أنا شهادة أنا فجر شعب حطم القيد العين هنا مخيم الأمال والألم هنا مخيم البطولة هنا شعب استيقظ مع الشمس بعد ليلة ظلماء في صباح خميس أسود ليلة ظن فيها مرتكب الجريمة فأن ظلام الليل الحالك سيغطي ثوءة فعلتهم إلا أن النهار هل ليفضحهم هنا جنين الأنين شهداء وجرحة انفجارات ودبابات واشتباكات عنيفة وشعب بجسده صامد يدافع عن مخيمه أمام عملية اجتياح إسرائيلية كاملة جنود إسرائيليون مدججون بالسلاح يرتكبون أبشع المجازر بحق شعب صمد وتصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلي ووحداته الخاصة مجزرة هي الكلمة التي تحمل معنا ما جرى فهل بهذا يكتفي الاحتلال؟ وهل أشبع شهيته بمن قتلهم؟ في الحقيقة لا بل راحت قواته تمنع أي سيارات إسعاف تنقذ الجرحة ومن لم تستطع القوات منعه وذهب ليعالج بمستشفى جنين الحكومي كان هو ضحية القادمة للاحتلال حتى شاهدنا اقتحامات إسرائيلية للمستشفى الذي امتلأ جوه بالغاز المسيل للدموع لنرى بعد ذلك عشرات الاختناقات في صفوف أطفال وردع ها هي جنين على موعد مع العملية الأكبر والأوسع منذ اكتياحها في عام 2002 ولسان حال الفلسطينيين لا تبكي يا جنين على حالك وحقق ترفعين رأسك بأبطالك أما لسان حال الكفة فيقول من منكم لم يتوقع جريمة كهذه حتى أشد المتفائلين مع صعود الحكومة اليمينية الإسرائيلية إلى سدة الحب كان يتوقع هذا بالأمس الأقصى واليوم جنين وغدا كل فلسطين